اهلا 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 وسهلا عزيكو عامليني بقولكو ايه انزلوا اهلا رمضان نصيحة الوجه الله يعني انزلوا اهلا رمضان اهلا رمضان الاسعار اللي فيه احسن كتير جدا من الاسعار العادية في اي محل عادي اهلا رمضان فعلا الاسعار فيه كويس خالص ونرجو من السادة التجار والسماسرة والدلالات والدلالين انهم مايروحوش اهلا رمضان اهلا لو سمحتوا سيبوا الناس تعرف تشتري لوزمها مفيش داعي ان احنا ناكل عيش على قفة الغلابة يعني كل عيش بطريقة تانية الطريقة دي مش لطيفة انك انت تاخد بعضك وتنزل وتشتري الحاجة وبعد كده ترجع تبيعها تاني بفلوس اعلى ما يعني الدولة مش بازلة كل هذا المجهود ومتحملة كل هذه التكلفة علشان خاطر السماسرة والتجار الجاشعين اللي جيد بالنسبة لي وانا اقدر اجزملك اقبصملك بالعشر ان دا حاصل الناس اللي موجودة بقى اللي بتبيع في معارض اهلا رمضان يعني غالبا مختارنهم بالمظبوط عينه صقر يعني حد داخل يجي يشتري اكتر من اللازم لانه اللي بيحصل ايه يجي مثلا فلان الفلاني ولا فلان الفلاني يروح يشتري مثلا زيت ازاستين خرج غاب له نص ساعة ورجع وعاوز تاني بيلقطوهم وبتعاملهم معارض منتقى الهدوء معلش حاجة توكلة على الله بس انت لسه واخد من شوية طبعا بيبقى فيها التحيولات بتاعة اللي هو ايه اه فلان يروح ويبعث ولاده وبعدين يبعث الجران وجران الجران وحبايب الحبايب وهكذا بلاش الجودة احنا مش في ظرف يسمح بكده خالص خليه يبقى عندنا ايه سنتين مراعية مش هقولك ضمير كلنا عندنا ضمير احنا كلنا نجنن ما حصلناش شوية مراعية طيب احنا واحنا بنتكلم على اهل الرمضان ده احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على سلع اكل وشرب ومواد تموينية بطبيعة الحال الزيوت اللحمة الفراغ الى اخيره وعليه احنا طول الوقت عايزين نعمل ايه عايزين نعمل عملية دعم دعم لكل القطاعات الانتاجية وتحديدا فيما هو ينتج لاجل الاستهلاك في المأكل والمشرب الى اخيره بتعلنه ذات الزراعة والتصلاح الاراضي وبالتنسيق مع البنك المركزي انه تم الافراج عن مية وخمستاشر الف طن من الدرة وفول الصوية يعني ايه يعني هيوجهه فورا الى الاعلاف سواء اذا كانت للدواجن او لرؤوس المواشي طيب القيمة قد ايه تسعة وخمسين مليون دولار ده معناه ايه معناه اه طب بس انا بس اكمل لك الافراج ده عبارة عن واحد وتمانين الف طن من الدرة ودول بحوالي تقريبا كمال حد طبعا انتم في البطاطا مش معاي انا باتكلم حد يعني من زملائي بصراحة تسعة وعشرين مليون دولار وحوالي اربعة وثلاثين الف طن من فول الصوية بقيمة ستة وعشرين مليون دولار حلو واضافات اعلاف اللي هي مش عاب تبقسمها المركزات والمحسنات اربعة مليون دولار ده معناه ان المنتج او اصح المنتج هنا بقى اللي هو مربي المواشي او منتج الدواجن بيض الماء ايه ده الى اخره مفترض انه توصله الاعلاف يعني المستورد ما يحبسش الحاجة عنده وما يدهاش للمربين والمنتجين لا خلص ودخل على السوق عشان السوق يهدى حبتين لسه في مستورد بيلعب اللعبة دي اه لسه في مستوردين بيلعبوا اللعبة دي فاصل ونكمل الكلام ازاي اوكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وعال العالم بص انا كنت بقول الكلام اللي قبل الفاصل ليه لانه دور اي حكومة اي دولة في الدنيا انها تقلل الفجوة ما بين الطبقات قدر الاستطاعة مش الغاء الطبقات يعني سيبك من افكاري الشخصية لكن تقليل الفجوة يعني ما يبقاش في عندي فجوات ضخمة ما بين طبقات اقل حظا والطبقات المتوسطة ثم الطبقات فوق متوسطة والطبقات العليا من المجتمع كلمة طبقات وعلى دي كلمة بايقة يعني جماعة الاغنياة زيانة عن اللزوم يعني بتعبير بسيط وسريع جدا تقليل الفجوة معناه وهنا ده اختلافه عن مسألة الغاء فكر الطبقات يعني فكر انك انت تدوب الفوارق قدر الامكان ما تخليش فيه ازمة كبرى ما تخليش الفجوات اكثر اتساعا سواء اذا كان في مستوى الدخل او معدل الخدمة اللي بييجي او المنتجات اللي بيتم استخدامها واستهلاكها وما الى ذلك الحكومات والدول عادة انواع فيه نوع يقول لك كلها انا بفتح الفرصة ان انا بفتح الباب على المصرعي لاجل ان تحصل على الفرص وانك انت تقدر انك انت تبقى فيه عندك حرية مالية تتحرك كيفما شئت زي الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال افعل ما تشاء طالما انه جوه اطار القانون وتدخلات الدولة تبقى يعني فيه اضيق الاحوال فيه حكومات ودول تانية ودي اغلابها تبقى موجودة في اوروبا تدخلات الدولة تبقى اكتر اتساعا بتحمي قدر الامكان الموظفين والمهنيين والعمال وتعمل مظلات حماية متعلقة بقوانين العمل وعدم المساس بالموظف في شركة او مؤسسة الى اخيره حتى ولو كانت خاصة الا في اطر شديدة الدقة وفيه دول تانية عندنا على سبيل المثال باعتبرنا ان احنا سوق ناشئ دولة تصنفها يعتبر من الدول ذات الدخل المتوسط بتبدأ تشتغل هي والمجتمع المدني اللي هو زي عندنا مثلا التحالف الوطني العمل الاهلي نبدأ هنا نشتغل مع بعض نشتغل بالتوازي الدولة بتقوم بمجموعة من المهام وفيه مهام اخرى بتدعم فيها نشاط وتحرك العمل الاهلي فيبقى احنا عندنا مثلا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية فهتجد بطبيعة الحال انه العمل الاهلي او المنظمات الاهلية بتشتغل على تضييق هذه الفوارق ما بين الطبقات معنا على التليفون دكتور نوها طلعت امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اهلا بيك يا دكتور نوها اهلا مع جدتك ازاي الحياة الكله تمام؟ الحمد لله من كل خير يعني مش بس في اطار اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يا دكتور نوها لكن دوركم في التحالف الوطني لتقليل الفجوات ما بين الطبقات المختلفة تذويب هذه الفوارق الطبقية سواء اذا كان في مستوى الخدمات او المنتجات او النمط المعيشي للأسر المصرية اقدر اقول بنتحرك فيه ازاي والحقيقة انه احنا يعني لوب عمل منظمات المجتمع المدني من شكل عام وموسطات العمل الاهلي هون يبقى فيه برامج حماية اجتماعية طبعا بالتشارك مع البرامج اللي بتقدمها الحكومة زي ما حداكت افضلت وقلت ودعم نستهد فيه الفئات يعني الاكثر استحقاقا بخدمات اساسية لان الحقيقة المواطن اي مواطن دي بقى ليه مجموعة من الاحتاجات الاساسية في الاسرة الحياة من تعليم ومن صحة ومن مسكن ملائم ملبس ملائم غذاء ملائم فطبعا موجود بعض الخدمات دي بتقدم بعضها مجاني من الحكومة زي مثلا التأمين الصحي بيغضي مجموعة كبيرة من المواطنين ولكن مش بيغضي كل المواطنين وبالتالي منفضل عندنا بعض الفجوات الموجودة في الخدمات معينة بيكون هنا دور المجتمع المدني ان هو يتدخل ويبتدي يقلل الفجوات دي يبتدي ان هو يعمل برامج حماية بتحمي كمان الفئات اللي هي نقول اكثر هشاشة سي مثلا الموسمين زوي الهمم دي ناس النهاردة بتكون لها بعض الاحتاجات مش هتقدر انها تقضيها كلها بدخلها او بالحاجات المقدمة من الحكومة وهنا بيكون دور المجتمع المدني ان هو يقفل الفجوات دي ويسد الاحتاجات فده في العموم طبعا تحقيق العدالة الاجتماعية هو هدف يعني اسمة كلنا الحقيقة من ناسا عن احنا نوصل له سواء كان الحكومة سواء المجتمع المدني سواء مؤسسات العمل الخيري حتى اللي بتعمل بشكل منفرد كلنا بنجري تقريبا في مصارات متوازية وهدف عندنا نحن نوصل للعدالة الاجتماعية اللي هلاك كنت بتتكلم عنها تكريت ان يبقى فيه الحد الأدنى من كل الاحتياجات موجودة عند مختلف الطبقات طيب احنا انا برضو الحقيقة مش عاوز اربط دا قوي بمسألة اليوم العالمي لكن واحنا في ظل ازمة ما بتضرب العالم بشكل عام وليها مؤثراتها على الاقتصاد المصري بشكل خاص واحنا داخلين على موسم رمضان انا هنا مش بتكلم على توزيعات السلع والمهمات التموينية لو صح الكلام لكن احنا مدى مرونتنا في التحالف الوطني العامل الاهلي على تقليل هذه الصدمة الاقتصادية على الاسر زي ما وظفتيها او الفئات الاكتر هشاشة والله والحقيقة احنا طول الوقت بنبص للفئات دي والاسر دي من اهلنا انه اه احتياجاتهم اللي تأثرت دي يمكن ازمة قصادية كان ليها اثارة على العالم كل وعلى مصر طبعا كجزء من العالم فملسات في حاجات بتبقى اساسيات وفي حاجات ممكن نقول انها اقل يعني اهمية وفي حاجات بتبقى بنود رفاهية فاحنا بنبقى مرونتنا هو استهداف الحاجات الاساسية اللي ممكن تتأثر سواء لو بنتكلم عن سلعة جزائية مثلا في بعض السلعة او حصل فيها تفاصل اسعار حصل فيها مشاكل حتى في الاتاحة هنا بيكون دورنا ان احنا نكون مش بس بنوفر السلعة بالمجان للاكثر فقرا ولكن الطبقات كمان اللي هي اعلى شوية الطبقات اللي ممكن نقول عليها متوسطة او تحت المتوسطة ممكن يكون السلعة مش متاحة في محل سكن وممكن يكون فيه تجار بيعملوا من انواع الاحتكار او بعض الممارسات اللي هي استجلال الازمة هنا بيكون دورنا ان احنا نتزي نوفر السلعة ذي للمواطنين باسعار اقل او باسعار عادلة ده دور احنا كمان الحقيقة بقينا بنتصدر ان احنا نقدمه ان ما يكونش بس دور الجامعية الخارية او المؤسسة او نظامات المتوسطة المدني انا روح في قاتونة المواطن الفقير لا انا حتى المواطن رينج كبير او المدى الكبير اللي في النص ما بين الطبقة الاغنية وطبقة السقراء فيه اثر اه متوسطة تأثرت بالادفاع ده من الاسعار وبالتالي احنا دورنا احنا نساعدنا كمان في الحصول على السلعة الاساسية على خدمات صحية ملأمة على ملابس ملأمة على كل الاحتجاب اللي هي ممكن تكون بقى فيها صعوبة في الاتاحة وبقى فيها ادفاع مبالغ فيه في الاسعار صعوبة يكون بسبب ممارسات احتكريم من التجار صحيح ومش بسبب حاجة عنيان صحيح صحيح انا بشكرك جدا يا دكتور كل الشكر لي كيه دكتور نوها طلعت امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي الممارسات حط ايدك دايما على الحاجة شوف في حاجة كده بتتسمى كنا نخدها في الجامعة اسمها create problem solving اللي هو انك انت هتقدر تجد حل خلاق للمشاكل خلينا الاول نبدأ بمسألة حل المشاكل اول حاجة في الدنيا حط ايدك على المشكلة وفصلها يعني ايه فصلها انا عندي مشكلة اسمها مثلا الاعلاف طيب فين الروتكوز او السبب الجزري السبب الجزري بتاعي كذا ابدأ اشتغل عليه طيب ده هيشغلني على مثلا ميديم ولونجران مدى متوسط ومدى طويل حلو في المدى القصير هعمل ايه عندي واحد اتنين تلات اربعة دي الخيارات بتاعتي ايه اسهلهم اللي هابدأ بيه ده وارد وارد ما يبقاش بس اسهلهم ايه انجعهم او اكثرهم تأثيرا ممكن ما يبقاش هو الحل الاكثر سهولة لكن يبقى الحل الاكثر تأثيرا هنا بتبقى المفضلة اللي بتعملها الدولة طول الوقت واظن ده اللي احنا بنشتغل عليه يعني في ازمة العلف زي ما كان بيتكلم حتى الدكتور محمد القرش اول حاجة احنا فكرنا فيها من قبل ما تبقى الازمة كبيرة بسبب الحرب احنا من بدري بدأنا نشتغل على معالجة السبب بالجزري اللي هو ايه ان انا عاوز ازرع مساحات اكبر بالصوية مساحات اكبر بالدورة الصفرة فبدأت اوسع نطق هذه الزراعة بعد شوية ابدأ اشتغل عنها عايزة اشجع المزارعين طب اعمل ايه اعمل زراعة تعاقدية اقول انا جاية هشتري منك المحصول وهنبدأ نتفق مع بعض على تحديد الاسعار اللي هنشتري بها المحاصيل بتاعتنا وهنعمل مجموعة من الترتيبات القانونية علشان انت تاخد حقك وانا اقدر اخد الكميات اللي انا عايزها عشان اقدر اشغل المصانع بتاعت العلف الى اخره ده الحل المتوسط انا اكتر حاجة مشغول بها دلوقتي لانه طالما وجدنا الحل على المدى المتوسط والبعيد الحمد لله والشكر لله وبنوفر له بقى هنا ايه كل اسباب النجاح يفضل لي بقى الحل بتاع الوضع الحالي الاني الوضع الحالي والاني متعلق بالجشعة ده بقى اللي بتتضرب عليه الادين مالهاش حالي غير كده قد يكون انا قاسي شوية في بعض التصورات لكن ماهو يا الناس يا تجار جشعين انا اظن نختار الناس يعني طيب مصر اختارت طول الوقت خلال 8 سنين الحلول التي تبدو هي الاكتر صعوبة لكن هي اللي تحل المشاكل من جزرها طيب تعالي نضرب مثل مصر عملت ايه في 8 سنين يعني ده سؤال الحقيقة طول الوقت بيتردد ويتردد دائما وبالمناسبة طبيعي تردد النوع ده من الاسئلة في الاوقات بتاعة الشدة اوقات الازمة فلما بيبقى فيه ازمات اقتصادية كل الدول كل الشعوب بتسأل حكوماتها هو انتوا عملتوا ايه انتوا قدمتوا ايه انتوا مش عا طيب تعالي نشوف على سبيل مثال مصر عملت ايه تحديدا في قطاع الطاقة مركز الاعلامي لمجلس الوزراء الحقيقة مشكورا دائما وابدا عملنا الدراسة مفحصة محققة مرتبة ولخصهن في هيئة انفو جراف او تقرير معلوماتي يبدأ يسلط الدوق ويمكن من خلال السلسلة الرائعة والجميلة والشهيرة اين كنا وكيف اصبحنا بص يا سي انا هحاول اللخص لك قدر الامكان عشان ما اخدش من وقتك كتير بص جمهورية مصر العربية الجمهورية الجديدة لو تفتكروا احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات مع وزارة الكهرباء ان احنا من العجز العجز التام في الكهرباء الى الفائد والحمد لله والشكر لله وبنصدر طيب يعني لما ابقى في حالة عجز وابدى اصدر السؤال هو هل هذه تعتبر في اللغة طفرة نعم انها طفرة ما هو انا راجل مفلس وعندي عجز يعني انا مديون انا مش عارف احط اكل في البيت التلاجة فاضية عملت مجموعة من الاجراءات قدت ان انا عندي بدل التلاجة اثنين وثلاثة وبقيت كمان عندي فوائد ببيعها يبقى انا راجل شاطر مش المعادلة البسيطة بتقول كده يبقى الجمهورية الجديدة شاطرة يبقى اللي بيقود الجمهورية الجديدة عارف بيعمل ايه اثنين وثلاثة من عشرة تريليون جنيه اجمالي الاستثمارات المحققة في قطاع الطاقة من سنة 2014 بص يا سيدي حضرتك كان عندك نسبة زيادة الاستثمارات العامة للبترول بترول خام وغاز طبيع 25.3 احنا انا بنتكلم على ارقام مليارية اصبحت الكلام ده 14-13 خش على 21-22 هتلاقيهم بقوا 47 مليار يعني زيادة 85.8 من عشرة في المين طيب زيادة الاستثمارات العامة في الكهرباء بالاخص كانوا 12 مليار بقوا 62 مليار هنا تعرف حجم المصيبة اللي احنا كنا فيها قبل 2014 المصيبة بمعناها الكامل والحقيقي محضن قحن لما في 8 سنين تعمل استثمارات في الكهرباء 413% تعرف ان البلد كانت متسلمة كهنة كهنة الله يسامح الجميع الحساب عند ربنا معادلات نمو إيجابية لقطاعات التقابوس سيدي معدل نمو قطاع الغاز والبترول كان المعدل بتاع النمو عندنا الحمد لله على كل حاجة كان بالسالب 4.4 من 10 دلوقتي عندنا المعدل 21-22 1.7 من 10 يعني انت زيت تقريبا 6% زيادة معدل نمو قطاع تكرير البترول كنا 2.4 من 10 بقنا 8.7 من 10 خش على الكهرباء بقى معدل نمو في قطاع الكهرباء احنا اشتغلنا بقوة لو تفتكر شفت احنا خادنا ايه استثمارات عامة شديدة الضخامة الزيادة فيها 413% وبالتالي انت زيت بسرعة جدا الـ 4.8 من 10 وبالتالي معدل النمو في قطاع الكهرباء هيوصل لمرحلة هيبدأ يبقى معدل النمو أقل اللي انت خلاص ما بقاش في عندك احتياج انت اللي احتياج المحلي بتاعك توفى وبقى فيه عندك فوائد وانت هتشوف ده انت بتصدر كهرباء واظن انت سمعت حاجات زي كده كتير بس هنشرح عليك فبقينا 4.3 من 10 تعال ناخد الصفحة اللي بعدها نمرة 2 بوست يا سيدي مؤشرات انتاج وصادرات الطاقة تشهد تحولا ايجابيا ده الكلام اللي تفضل علينا به المركز الاعلامي المجلس الوزراء لكن تعال نشوف الارقام زيادة الانتاج من الغازة الطبيعية احنا زودنا او الانتاج بتاعنا زاد بشكل عام حوالي 32.18 كويس طيب بالمتر المكعب احنا كنا 52 مليار متر مكعب بقينا 69 مليار ان هنا بكلمك على 21.22 طبعا انا لو قتلك الرقم بتاع مبيعات او صادرات الغاز بتاعتك فـ 2022 وتحديدا صادرات 11 شهر هتتخض خد بالك انت كنت صفر يعني هنا تفهم اللي تعمل في منتدى شرق المتوسط مش بس في الكشفات اللي تعملت في البحر المتوسط لا ومراكز تسييل الغاز فانت بقيت المركز اللي بياخد الغاز من كل دول المنطقة علشان يصدروا لاوروبا وللصين لا دي حدوتة جاية تعال نسبة زيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية زادت بحوالي 19.7 من 10% وعندنا سبع اضعاف زيادة في الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة شمس ورياح فنصل الى 10.4 من 10 الف جيجا وات ساعة في 21.22 ديه الفتوح ده كله القدرات الاسمية بتاعتنا اصلا زايدة 141.8 من 10% يعني تقريبا 142% طيب هل انت عملت اكتفاء اكتفاء ذاتي في قطاع الطاقة ايوا يا فندم 100% نسبة اتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات يعني احنا هنا بنتكلم على الاستخدامات المنزلية والاستخدامات العامة والاستخدامات الصناعية واي شكل من اشكال الاستخدام الانتاجي انت 100% الكهرباء بتاعتك محققة ذاتيا 2018 تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغازة الطبيعي جاري العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بنزين وسولار اقول الجملة الشهيرة اللي بقولها كل مرة اما ليه احنا كنا 30 سنة بنعمل ايه كنا قاعدين على الكرسي والبلد كهنة طيب تعالى نشوف زيادة الصدرات البترولية بتاعتنا من 5 و 7 من 10 في 2014 ل 18 و 2 من 10 سنة 22 الزيادة قد ايه مولانا 219 و 3 من 10 في المياه شيل الثلاثة دول عندنا بتوعي خليك في ال 219 طيب الطفرة في زيادات الغازة الطبيعي لا يوجد تصدير عام 2014 لاننا نحاول ان نلبي احتياجات السوق المحلي يا مولانا لا يوجد تصدير مفيش في نيتو لا موزيكا بخ سبها وخلع لكن في 22 ده اللي كنت بقولك عليه الرقم 11 شهر تحديدا عشان عارف ان الرقم ده مرتبط لحد نهاية رصد سنة نوفمبر 2022 8 و 4 من 10 مليار دولار اللي بعده هنجري هنجري انا عارف يونس عايز نجري بسرعة طيب تحسين قدرات وامكانيات البنية التحتية لقطاع التقام انا علشان اقدر اعمل كل ده انا كنت محتاج بنية تحتية مزهلة كبيرة مهمة خلي بالك اكتر حاجة منورة قدام العالم ما تم انجازه في البنى التحتية المصرية في كل القطاعات نقل مواصلات طاقة صناعة تطوير عقاري مدن زراعة مواني حزم للتصدير هنقعد نشوف مع بعض بسخيني هنا المرة دي قطاع الطاقة زيادة نسبة ساعة محطات محاولات الجهد الفائق زي ده بنسبة ستة وتسعين وتلتة من عشرة ده معناه ان احنا يعني لو شدنا كنا سنة وبقينا مية في المية ده معناه ان احنا كنا تقريبا ان كاد نعيش في عصر مظلم لو انت محتاج ترفع زيادة المية في المية دي ليه تقريبا مية في المية حد تكلم على اكتر من ستة وتسعين في المية ظلام نيجي بعد الفين واربعتاشر نغير كل ده طيب زيادة اطوال شبكات النقل الكهرابي الجهد الفائق والعالي زي ده بنسبة تمانية وعشرين وسبعة من عشر طيب تنفيذ شبكات توزيع الغاز الطبيعي تمانية وعشرين في المية زيادة في التنفيذ كنا الاول عندنا ستة وعشرين الف كيلو بقينة 34 الف كيلو متر شبكات غاز طبيعي طيب وخطوط الانبيب اللي بتنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية زي ده 16 وسبعة من عشرة زيادة خطوط ده معناها زيادة امتاج ده معناها زيادة اما من الاكتفاء المحلي او زيادة في الصادر صح ولا ايه ما هي الارقام ما فيهاش هزار الارقام دي عيانا بيانا موجودة عند كل العالم ويدققها العالم ما فيهاش هزار نسبة زيادة واستودعات خزين الزيت الخام والمنتجات البترولية زودناها تقريبا عشرين في المية طيب تعالي ناخد اللي بعده احنا فاصل ولا هناخد اللي بعده نكمل اربعة 355 مليار جنيه تم استثمرهم في مشروعات انتاج الكهرباء اللي تم التنفيذ فيها بص بقى يا مولانا محطات الدورة المركبة العملاقة لتوليد الكهرباء اللي نفذتها شركة سيمينز فين؟ البورولوس العاصمة الإدارية بني سويف اجمالي الاستثمارات في الثلاث محطات ستة مليار يورو يا مؤمن عملنا بيهم قد ايه عملنا بيهم 14400 ميجاوات طيب تعالي نشوف المحطات بقى اللي تعاملت في كهربة غرب قسيوت وكهربة عتاء 3636 ميجاوات ب47 مليار جنيه مش يورو يعني الاولانية ستة مليار يورو طيب تعالي نشوف مجمع بينبان احنا بمتكلم في تكلفة استثمارية للمجمع 2 مليار دولار طيب القدرة بتاعت هذا المجمع اللي بيعد أكبر مجمع في مكان واحد في الشرق الأوسط وإفريقيا 1465 ميجاوات 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت طيب التكلفة 580 مليون يورو طيب القدرات 580 ميجاوات اللي بعده انت شايف كل حاجة قد عملها بتزيد قدرات معدلات انتاجية للطاقة عملها بتزيد إلى أخيره طيب مشروع محطات الضخ والتخزين اللي في جبل عتاء 2.7 مليار دولار طيب وقدرة المحطة 2400 ميجا طيب تعالى نشوف طاقة الرياح في خليج السويس العقد اتعامل بأربعة وثلاثة من عشرة مليار يطلع 250 ميجاوات طاقة نظيفة الضبعة النووية بدء أعمال الصب الخرصانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة 4800 ميجاوات مصر منورة مشروعات الهايدروجين الأخضر 85 مليار دولار استثمارات أجنبية لتسع اتفاقات إطارية تم توقعها في مجال الطاقة المتجددة في شرم الشيخ كاب 27 طب والطاقة الشمسية تحت الإعداد 1170 ميجاوات محطات شمسية وخلايا فوتو فولت فوتو سيلز مشروعات طاقة الرياح تحت التطوير 1700 ميجاوات في خليج السويس هي البلد دي طول الوقت هتفضل تجري كده ستة دي بتجري على شامين فين ستة بتجري على شامين بتجري عشان خطر حضرتك ليس إلا عشان خطر المواطن عشان خطر اقتصاد المواطن عشان خطر دخل المواطن فين يا يوسف بص هو في حلين يعني نشتغل على قديم والتلاتين سنة إياهم وتعيش موهوم يعني نشتغل بجد خلينا نشتغل بجد كفاية وهمة بقى أهم مشروعات إنتاج الغازة الطبيعي ظهر 15.6 من 10 مليار دولار تكلفة اقتصادية للمشروع 2.5 مليار قدم يومي معدل إنتاج المشروع شمال اسكندرية وغرب الدلتا 9.3 من 10 مليار دولار حوالي 5 تريليون قدم مكعب نورس 290 مليون دولار حوالي 1.1 مليار متر مكعب يومي ضخ تعالي نشوف الزيت بترول يعني مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري في خليج السويس استثمارات كانت حوالي 234 مليون دولار والإنتاجية بتاعتنا المضافة للمشروع 5.000 مليار يومي تنمية حقل مخمل أزوم صحي كده وده بترونيما ده 180 مليون دولار استثمارات علشان نزود 6 مخمل أه صح طيب وينتج لنا تقريبا حوالي 6.000 برميل يوم عندنا فيه أرصفة بحرية في حقول الشركة العامة إنشاء أربع أرصف شركة العامة للبترول 134 مليون دولار علشان نقدر يبقى فيه عندنا 10.5 ألف برميل زيت يومي إنتاج من هذا المشروع أبرز مشروعات قطاع الطاقة خلال 8 سنين تكريرو بيترو كيمويات نقدر نبقى أقعد أحكي لك على مصفة الشركة المصرية للتكرير في مصطرد دي 4.8 مليار بتاع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين في اسكندرية ده 3.5 مليار دولار كل دي تكليف استثمارية مش أنت بتسأل عايز تعرف حقك يا أخي وأنا لازم أقول لك الله ومجمع إنتاج السولار اللي في أسيوت ده 2.9 مليار دولار طيب توسعات مصفة تكرير ميدور في اسكندرية جاري العمل بيها ب2.4 مليار دولار طيب مجمع إنتاج البنزين في أسيوت 450 مليار دولار طيب موبكو اللي في دوميات 2 مليار دولار إثيديكو في اسكندرية 1.9 مليار دولار إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة إحنا بنتكلم في 248 مليون يورو ده اللي هو بتاع الـ MDF اللي إحنا بنستورده كنا من بره ده مشروع إنتاج مشتقات الميثانول 119 مليون دولار تحسب إنت ولا أحسب أنا أنا هسيب لك الحسبة ما هو الحلقة هتليها على فيسبوك وعلى يوتيوب واتبقى أيضا إحسب شوف حجم الاستثمارات اللي تضخت وشوف العائدات طيب إيه اللي بعده أي حد يقول لك وفينا العائد يقوله 8.7 مليار غاز بس بتصدروا مين الغاز يقوله لا دي حاجة بسيطة يعني ممكن منها دول في التحاد الأوروبي زي مثلا أسبانيا ودولة زي تركيا ودولة زي الصين ويعني الكويت بتستورد مننا غاز بالمناسبة أنا ممكن أدي لك الأرقام دلوقتي إذا عايز طيب 29% زيادة عدد مشترك الشبكة القومية للكهرباء لأن أنا وصلت كهرباء يبقى عدد المشتركين بيزيد ده طبيعي عدد المشتركين ما يزيدش لو أنا المناطق عندي مش وصل لها كهرباء منزلية احنا كنا 31 مليون مشترك بقينا 40 مليون مشترك يعني زيادة 9 مليون عداد 9 مليون عداد يعني عمليا السنة عملالها حوالي مليون ومئة ألف عداد جديد طفرة في تركيب العددات الكهربائية العددات الكهربائية المسبقة تدفع بقى لها الجديدة الحاجة لها إما جديد خالص إما بنستبدله ونجيب العداد الجديد تخيل يا رجل زمان احنا كنا نص مليون بس بقينا 14 مليون والله حلو ده طيب عددات الغاز مسبقة تدفع 17 مليون عداد يعني توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمخابز وتوزيع استوانات البتجاز ليه؟ لأن أنا قادر أن أنا أوفي كل الاحتياج المحلي طيب نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية اللي تم توصيل الغاز الطبيعي لها عارف الزيادة كم في المية؟ أقول لك ولا تقول أنت؟ أقول لك لا 145 في المية وستة من عشر طيب احنا كنا كم بالرقم يا يوسف كنا خمسة وسبعة من عشر بس فقط لغير مليون وحدة يعني بقينا 14 مليون ما شاء الله دي حاجة لطيفة خالص طيب ملاحظة أني مفيش أزمة في استوانات البتجاز بتاعت زمان ليه؟ لأن أنا بقى عندي 257 مركز جديد مصر ما كنتش هتقف تتفرج على الناس بتضرب بعض عشان أبوبت المتجاز مصر ما كنتش هتقف تتفرج على اللي حصل لو تفتكر في 2009 أيام نصر كايب بتتغزف طوابير العيش صح؟ أو أيام الأخوان بقى طوابير الغاز طوابير البنزين طوابير العيش حدث ولا حرج يعني 9,822 مخبز تم توصيل الغاز الطبيعي ليهم بص بقى حصلت كمان طفرة مزهلة جدا لأنه إحنا في 2020 لحد دلوقتي في 334 مخبز طيب عدد العربيات اللي تحولت بالغاز الطبيعي زادت بنسبة 131.10 قول 132 في المية أنت متصور؟ يا خبر بيض إيه ده؟ محطات اللي بتمون 900 محطة محطات اللي بتحول تقريبا حوالي 130 محطة تعال ناخد رقم 9 أنا فاضلي كم دقيقة كده عشان أبطول جهود الدولة لتحويل مصر لمحور للربط الكهرابي بين القراط هل مصر تتحول إلى جهة للربط؟ آه يا فندم تتحول لجهة إلى الربط الكهرابي ما بين القراط أنهي قراط يا يوسف إفريقيا، أسيا، أوروبا طب وهو أنتوا في مصر تقدروا تعمله ده يوسف فأنا هسألك إحنا في مصر هو مين؟ هو أنت مش معنا في مصر ولا إيه؟ ده مصر أم الدنيا أخي آه إحنا المصريين مش نقدر نعمل كده هو إحنا عملنا كده أنا هقول لك الحاجة لطيفة واللي كان بالنسبة لي مستغرب ومدهش وشعرته بمرارة ما في واحد رجل خواجة كان عامل فيديو والله العظيم عامل فيديو لطيف جدا شفته أنا على تيك توك والله العظيم مهزر الرجل بيقول بالزبط كده ده رجل أظن أمريكاني أو حاجة زيكن قال المصريون مصممين دائما على أن هم يبهروا العالم ليس فقط بالأهرامات أو بأثار مصرية قديمة وإنما بالمنجزات الحالية والله والله البتاع ده هتلقوا على تيك توك وكان منتشر من كم أسبوع يعني أنا تصدمت يعني قلت الله يعني تيجي من الرجل الخواجة وما تجيش مني وبعد شوية عملت بإيجابية مع الموقف بمنطق خليك إيجابي فقلت طب الله حلو أن الكلام ده وصل للجماعة الأجانب يعني هم اللي بيتكلموا عنه بتعجبني ساعات الحاجات دي قالك المصريين في 8 سنين الرجل قاعد يتكلم على زبط رقعة الزراعية وقاعد يتكلم على موضوع الربط الكهرابي وقاعد يتكلم على البنية الأساسية اللي حصلت في مصر وقاعد يتكلم على شبكة الطرق المواصلات الشبكة قمية طرق المواصلات وقاعد يتكلم على اسمه إيه ده المحفزات الاستثمارية اللي بتتعامل لجازب وقاعد يتكلم على المدن الجديدة قاعد يتكلم على المطارات والمواني الجديدة اللي عملتها مصر الرجل قاعد يتكلم على أبو إير دي أسطورة حدوتة اتقل على الرزة لما يستوي والله والله لتجد العالم بيحلف بينا مش بس على كل الحاجات اللي عمت في 8 سنين اللي فاتوا أبو إير دي لوحدها دي أنا بقى شفت عليها فيديوهات دي بقى مش ملحمة عرف أنت يا جماعة يقولك The Odyssey ملحمة شيء يخض ما تعمل زيه طيب ها ابقى روح كده وغرب ناحية أبو إير شوية لا شرق ناحية أبو إير شوية لو تحب تطلع أسكندرية والسحل الشمالي تعال نروح الربط الكهرابي ما بين مصر والسعودية بنتكلم في 3000 ميجاوات قدرة خط الربط المستهدف استثمارات 1.8 مليار الربط الكهرابي ما بين مصر والأردن 450 ميجاوات 3000 مليار وات ساعة إجمال الطاقة المصدرة إلى الجانب الأردني من سنة 2015 عظيمة يا مصر الربط الكهرابي ما بين مصر وليبيا 150 ميجاوات قدرة خط الربط وتم الانتهاء من إنشاء الخط الكهرابي برج العرب مرسى مطروح بجهده 500 كيلو فيه دي أنا مش عارفها دي أنا مصطلح كهرابي ده كيلو فيه إيه ده مش عارف مهم يعني ليتم الاستفادة منه فولت كيلو فولت شوف هنا عطايا أكيد خارج هندس برافو عطايا ليتم الاستفادة أنا مش هتكلم على تجربتي في هندس ليتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري الليبي الربط الكهرابي اللي ما بين مصر والسودان الشقيق 80 ميجاوات هي قدرة خط الربط من بداية تشغيله تشغيله خد بالك في إبريل 2020 300 ميجا قدرة خط الربط بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربية اللازمة يعني هنخلص كل حاجة وصلنا ل300 بدل 80 الربط الكهرابي اللي ما بين مصر وأبرس واليونان السلاسي المتوسطي الرائع 3000 ميجاوات قدرة خط الربط المستهدفة وجاري دراسة سيناريوهات مختلفة لاختيار الأنسب منها فنيا واقتصاديا لتنفيذ خط الربط بشكل نهائي ينهى ربيات 3000 ميجا جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتدول الغاز احنا بنتكلم في حوالي 15 مليار جنيه تكلفة التوسعات في الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي الاتفاق مع أبرس في سبتمبر 2018 لإنشاء خط النبيب بحري لنقل الغاز من حقل أفروديت القبروسي أو أفروديتي لمصنع الإسالة في مصر وبعد كده يعني الغاز القبروسي يجي لمصر أعمل له عملية تسهيل قيمة مضافة وصدر أنا كسبان فلوس محطة الإسالة اللي في إيدكو 27 من 10 مليون طن سنوي هي القدرة الإنتاجية لوحدتين الإسالة في إيدكو المحطة بتشمل ميناء لتصدير الغاز المسال بالمناسبة 46 شحنة بالفعل تم تصديرهم من المحطة بإجمالي 3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنة 2022 تعال نروح على دميات 4.8 من 10 مليون طن سنويا قدرة إنتاجية وتم إعادة التشغيل في يناير 21 بعد توقفها عن العمل منذ عام 2012 طيب صدرنا قد إيه؟ 7.2 من 10 مليون طن حتى هذه اللحظة ومنذ إعادة التشغيل وده لحد نهاية يناير عشرين تلاتة وعشرين مصر هي اللي فكرت في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ده كنا في أكتوبر عشرين 2018 تم توقيع اتفاقات لترسيم الحدود البحرية ما عندنا في سبتمبر 2014 تم توقيع اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع أبرص إبريل 16 وقعنا ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أغسطس عشرين عشرين وقعنا اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وبسبب كل ده كل ده زادت صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط لأوروبا من خلال مصانع ومراكز التسيل زي إيدكو وزي ضميات في جمهورية مصر العربية ولما كانش كل ده تعمل كنا رحنا ده فين طيب تعال بسرعة على ردود الفعل العالمية في السريع جدا أوي خالص ده التحسن في المؤشرات الدولية للطاقة زي ما حضرتك شايف عندنا 44 مركز تقدمتهم مصر 5 مركز تقدمتهم مصر في مؤشر التحاول الفعال في الطاقة 34 مركز في مؤشر الطاقة العالمي يعني إلى آخره كل دي تحسن في المؤشرات الدولية للطاقة عندنا نمرأ 12 آه بص بقى النظرة الدولية كنا تبقى لمجموعة أكسفرد للأعمال من المرجح أن يظل قطاع الطيار الكهرابي جزء من الحياة اليومية نفس المجموعة أكسفرد للأعمال هم اللي قالوا الجهود اللي قامت بيها مصر من 2015 والاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة تؤدي لزيادة أمن الطاقة والسماح للحكومة بتلبية الاحتياجات فتش كانت بتقول الاستهلاك المحلي المتزايد وقلة الاستثمارات بتنبئ بتوقعات سلبية لكن نفس الوكالة فتش هي اللي قالت مصر تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي تؤدي إلى زيادة مضطردة بالاستثمارات الأجنبية بجانب زيادة طاقات التكرير اللي بتسهم في الحد من حاجة مصر الاستيراد من المنتجات النفطية أما الوكالة الدولية للطاقة فقالت علينا زمان مصر مستورد للنفط وترجعت صادراتها من الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الطلب المحلي وفشلت قدرات توليد الطاقة في مواكبة الطلب المتزايد مما أدى للانقطاع المتكرر للطيار الكهربائي لكن الوكالة الدولية للطاقة رجعت بعد كده وقالت بعد اللي احنا قمنا به وقامت مصر بتنفيذ عدد من الإصلاحات بقطاع الطاقة أدت إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات اللي عززت انتاج الكهرباء على مدار السنوات الماضية وبكده ضمنت استقرار الإمداد بجميع أنحاء البلاد أما البنك الدولي فقال علينا مصر لديها نظام غير فعال لدعم الطاقة وله العديد من الآثار الضارة بالاقتصاد ده اللي عملته الثلاثين سنة العجاف لكن في ثمان سنين البنك الدولي قال سهمت إصلاحات قطاع الطاقة في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي وعززت من إمدادات القطاع الكهربائي إيه رأيك؟ يعجبك الكلام ده ولا ما يعجبكش؟ شوف الوكالة الدولية للطاقة الزرية بتقول تعتبر مصر من الدول اللي بتعاني من محدودية مواد الطاقة رجعوا قالوا تسمي استراتيجيات الطاقة المستدامة حتى عام 2035 تسعى أسف مع أننا مش شاف كويس إلى تنويع مصادر الطاقة ده استراتيجيات نحن وضمن أمن الطاقة واستخداماتها إلخ 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 وقالوا أن مصر تصبح أو أصبحت نقطة محورية على خريطة الطاقة التي تربط ده الوكالة الدولية للطاقة التي تربط ما بين قرات إفريقيا وآسيا وأوروبا بلومبرج زمان قالت من المقرر أن تصبح مصر وهي الدولة المصدرة للغاز الطبيعي لمختلف الأسواق لتتحول مستورداً للمرة الأولى في وقت تشتد فيه حاجة البلاد لشحنات الطاقة لإنعاش اقتصادها المضطرب ملومبرج بعد كده وقالت بسبب اللي عملناه كلنا في 8 سنين ستنتعش الصادرات المصرية من الغاز المسال بفضل إعادة تشغيل محطات الإسالة والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا نفاصل ونكمل الكلام أهلاً 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 بيكم طيب كون أنه طفل عنده 12 سنة يجيله جلطة دماغية دي حاجة بالنسبة لي مخيفة جداً الحمد لله والشكر لله أن احنا فريقنا الطبي المتميز في جامعة عين شمس أنقذوا للطفل وده إنعكس شيء إنما يعكس بالتأكيد قدرات الفرق الطبية المصرية ده من جهة شطارة فريقنا الطبي في جامعة عين شمس بشكل خاص وإنه مهمة عندي بالمناسبة إن أنا أفهم هو إيه اللي حصل يعني أولاً أنا الحمد لله والشكر لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى أنه تم إنقاذ حياة هذا الطفل 12 سنة ربنا يا رب يديله الصحة ويطول في عمره ويبقى فيه تمام الصحة والعافية الفريق الطبي عمل حاجة مش عاية اسمها الأسطرة المخيرة يعني حدوتة كده طبية طبعاً أنا ما فهمش فيها لكن خلوني هنا أرحب على التليفون بدكتور صحر محمد أحمد حسنين أستاذ طب الأعصاب أو طب أعصاب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس عضو اللجنة التنفيذية للدراسة الدولية للسكتات الدماغية الأطفال في كندا أهلاً بيك يا دكتور صحر أهلاً وثاني فاند أولاً طبعاً ألف شكر دانم رواحد واثنين تهانين على هذا النجاح لكن مهم أنه نعرف هو يعني إيه جلطة دماغية لطفل نعرف أن الحاجات دي بتيجي لكبار السن يعني هو الحمد لله طبعاً هو فضل من ربنا الحمد لله الجلطة الدماغية بتيجي لأي سن من حديث الولادة حتى الجنين في بطن أمه ممكن يحصل له جلطة دماغية يعني وعاء دموي يتقفل هيقطع الدم عن خلايا المخ أو جزء يعني من خلايا المخ على حسب الشدة بتاعته وده بيقدي لموت الخلايا لو ما تلحقش أيوة طب بيبقى لها أسباب يا دكتور سحر عند الأطفال تحديداً ولا هو في الأسباب في الأطفال والكبار بيبقى فيه أسباب يعني أنا ممكن يبدأ عندي عوامل خطورة في الكبار بتبقى اللي هي تصلب الشرايين أما في الأطفال ما عندناش تصلب الشرايين بسا عندنا أمراض تانية في بعض الأمراض المزمنة زي مثلاً أمراض القلب العيوب الخلقية في القلب بعض أمراض الدم زي أنمية الخلايا المنجلية في أمراض وراثية بتخلي يحصل تجلطات وده في الأطفال أو الكبار اطراب المناعة دول كل دول مجموعة من الأطفال غرضة أكتر من غيرهم أن يحصل لهم جلطات وممكن تتكرر أي طفل بقى زي أي حد كبير اتعرض لجفاف شديد نازلة معوية شديدة التهابات بتعمل التهابات في الأوعية الدموية الإصابات وناخد بالنا قوي بالإصابات لأن احنا يعني شوفته طفل كان راتب عجلة وقع على الجدوم بتاع العجلة على برقابته عملت تهابته في البطانة بتاعة الشرايين بتاع اللي بتغزي المخ والولد يعني للأسل حصلته جلطة وقدت للوفاة دا يا الله فيه عوامل كتيرة جدا تأدي إلى حدوث جلطات في الأطفال طيب في الحالة بتاعت يعني هذا الطفل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر له أنه يعني يخف ويشفى على أديكه كان إيه السبب بتاعة الجلطة بتاعة وفادة هو الاحتمال الأكبر أنه عنده استعداد وراسي لحدوث تجلطات في الدم واللي بيخليها تحصل بقى الجلطة التهاب هو وجله دور برد قبلها أو اللي يبقى عنده نازلة معوية بس هو أحمد حصل له دور برد قبلها ولقينا في المعوامل التجلط في حاجة وراسية تؤدي إلى حدوث تجلطات بسهولة طيب يعني في الحالة بقى أو مش في الحالة دي بشكل عام إحنا كأسر إزاي نقدر ناخد بالنا من ولادنا بحيث أنهما ما يتعرضوش لكده يعني أعمل إهال في تحاليل معينة نقدر نعملها بشكل دوري لولادنا أو إذا حصل شيء ما على طول ناخد الولاد ونطلع على المستشفى تمام لو أنا عندي الأمراض مزمنة يعني لقدر الله طفل عنده مرض قلب أو لازم يكون بيتابع معه متخص طبعا ولازم ما يتعرضش الجفاف يعني أخد بالي معه دوش في الحر لازم يشرب سوائل كويس ودايما بتابع لو هو عنده عرضة أن يحصل له جلطة ده الأمراض المزمنة أنا بدي له أمراض حاجة للسيولة من الأول خالص عشان أمنح حدوث جلطات أمراض الخلال من جلية بتعمل لهم زي تغييز دم بطريقة معينة بحيث أن أنا بحافظ عليهم أنهما ما يحصل لهمش جلطات طيب طفل جالوا التهاب دور فيروسي نازلة معاوية جفاف ما عرضوش أن يدخل في جفاف شديد لازم أدي محليل وأتوجه بسرعة ما استناش عليه ما قولش هيتحس طيب إيه الأعراض اللي تخليني بقى أشتبه أن حصل جلطة أيوة أي طفل في أي وقت رضيع أو أي في أي سن حصل له التراث في درجة الوعي لازم أتوجه على المستشفى على طول أعراض الجلطة في السن الأكبر اللي هو أكثر من أربع سنين زي الكبار بالظبط أي حد يحصل له شلل نصفي أو ضعف في دراع أو رجله أو الواجه مثلا وغالبا على ناحية واحدة ما بستناش أو أن فقد مش قدري الإبصار حصل فقد فجائي للإبصار أو صعوبة في الكلام أنا بتوجه على طول للمستشفى وبسرعة يعني ما بستناش خلال دقايق أنا لازم أبقى في المكان الصحيح السن الصغير اللي هو الرضيع واللي قال من سنة أو سنتين ممكن يجي بتشنجات في نص الجسم برضو دي إحنا كتير بنعادية نقول ده تشنجات وهنستنى لا أنا بتوجه لأن لازم أعمل أشعة بسرعة لازم نشوف المخ ده جوائي فأي حاجة بتصيد الطفل اتراب في درجة الوعي تشنجات أو مش قادر يحرك نص جسمه أنا بتوجه بسرعة دي تعتبر طوارق ما بستناش صح 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 أنا بشكرك جدا يا دكتور صحر وأنا يعني أشكر حضرتك جدا ونشكر كل الفريق المعاون الحقيقة اللي كان موجود في العملية دي تحديدا وفي جامعة عين شمس وأظن القطاع الطبي كله يستهل مننا دايما كل الشكر ليك أيضا دكتور صحر محمد أحمد حسنين أستاذ طب أعصاب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو اللجنة التنفيذية للدراسة الدولية للسكتات الدماغية الأطفال في كندا خدوا بالكوا من العيال كويس قوي 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 في الحالات بتاعتنا بقى إحنا الكبار زي ما قال الدكتور صحر خدوا بالكوا لو حصل لعثمة في الكلام لو حصل فقدان إبصار لو حصل في مشكلة في الجهاز الحركي بتاعنا لو حصل تشنك في الوش وحصل حاجة ما لو حصلتوها يعني ساعات كده تبقعد وفجأة تلاقي نفسك بتقول كلام أو الشخص اللي ده بيقول كلام مش مترابط حصل اضطراب في الوعي يعني على طول على المستشفى وربنا بإذن الله يشفي ويعافي الجميع بإذن ربنا سبحانه وتعالى تعالنا نروح لرمضان زي ما كنت بقول زملائي النهار ده وإحنا لسه مع نشرة التاسعة مرورا ببرنامج التاسعة رمضان سباق رمضان جاهز جاهز مسلسلات يعني أنا ممكن أقولكم مجموعة من المسلسلات اللي موجودة معانا بإذن الله سبحانه وتعالى في رمضان وإنتاج الشركة المتحدة بص يا سيدي أنت عندك العمدة محمد رمضان عندك رسالة إلى الإمام خالد النابوي عندك تحت الوصاية يا سلام وده هيبقى مسلسل لطيف جدا محمد دياب وده أستاذ سامي مغاوري ونسرين أمين عندك السفارة آه ده أحمد أمين يا سلام سلم وعندنا طبعا هيبقى موجود بقى أمين هيبقى موجود أستاذ محمود البزاوي اللي أنا بموت فيه طهد سوقي آية سماحة وحاتم صلاح عندنا كمان جات سليمة وجات سليمة دنيا سمير غنم ومعاها أستاذ سامي مغاوري معاها الفنانة الكبيرة شيرين ومحمد صروط وسلطان وسلام ده رائع جدا علاقة مشروعة نجمي المفضل ياسر جلال ومعاها خالد الصو يا سلام سلم معنا الكتيبة 101 آه الكتيبة 101 ده واضح أنه هو حاجة هتبقى جمدة جدا جدا أعتقد ذلك سوق الكانتو يبدو أنه لطيف خصوصا أنه بطولة فاتحي عبدالوهاب صديق العزيز صاحب الموهبة مستمرة التدفق فاتحي عبدالوهاب ده يا جماعة فيضان موهبة والله العظيم سر الباتع أحمد فاهمي وإخراج الصديق العزيز خالد يوسف ضرب نار ناصر عبدالرحمن يعود مرة أخرى للتأليف والكتابة للتلفزيز يا السلام عليك يا ناصر ناصر من أجمل كتاب السيناديو بالمناسبة وده إحنا كنا تكلمنا فيه لأنه ده أحمد العوضي وإخراج مين يا جماعة أنا مش شايف الإخراج آه إيه ده مصطفى فكري ماشي واسمين عبدالعزيز طبعا الكبير قوي سبعة إخراج المبدع دائما أحمد الجندي وطبعا الكبير بطولة الكبير أحمد ميكي مفهومة عملة ندرة تأليف الدكتور مدحة العدل وإخراج محمد العدل رائع عندنا ألف حمد الله على السلامة كمان ده هيبقى أظنه برضو مسلسل جميل ورائع ده بطولة يسرى عندنا جميلة بطولة ريهام حجاج وعندنا الله ده تأليف أيمن سلامة احنا معنا أيمن سلامة على التليفون يا السلام سلم طيب الأستاذ أيمن سلامة صديق العزيز إزاي الحال محمد لله إزايك يا أستاذ يوسف وكل سنة وخطرتك طيب كل سنة وانت طيب ويعني أنا مبسوط خلص أن احنا معنا مسلسل برضو في رمضان المراضي اللهم بلغنا رمضان بدأت تتصور يا أستاذ أيمن ولا لسه عبدنا من زمان ده إحنا يعني خلاص قبق صينة أو أدنى من إحنا نخلص يعني أو قربنا الله يعني إحنا فيه احتمال نقفل المسلسل قبل رمضان؟ مش قوي يعني ممكن ندخل إسبوع رمضان ماشي الحال طيب أنا عارف إنك مش هتحرق لنا المسلسل لو أنا عملت اللالي بس يعني إيه حاجة من بعيد كده عارفش إيه من بعيد نداني؟ بس هي جميلة هي جميلة ماشي نجمل جميلة لهم حاجتين طبعا صديق المخت الكبير السمحة العديد عظيم بداني تاني تعاون مع معه بسيطة تعاون معه عظيم وببساطة المطولة الفكرية يعني اللي إحنا عاييجيين باودن بالعب عليها السحية يدي لفكرة والعودة كانت هجي ملا لا التمن اللي ممكن اللي قCam Fantasy بغلط تمام. يعني يدفع ثمن اخطاء اخطاء. وحزيع من ده. يعني انت ممكن تعمل غلطة يدفع ثمنها ابنك. يدفع ثمنها بنتك. تمام? فعلى الاباء ان يعني يحضروا فيما يفعلون. وهم اللي يدفعوا الثمن يعني اللي غلط يدفع الثمن. اللي يلزم بها ايه? لا احيانا احيانا الثمن بيدفعوا الاخر. اه زراع. هناك من يزرع الشوك وهناك الحاصدون. بالزرع. ينهر ابيض. ده هيبقى مسلسل حلو ده. هيبقى مسلسل حلو ده. مسلسل اجتماعي جوة الاسرة المصرية جوة يعني تشريح للجوة الاسرة المصرية في المتغيرات اللي حصلت في الفترة الاسرة. اه. اه. نلعب على افكار كتيرة جدا. اه. يعني ومشاكل اثارية. ومشاكل اكتوانة مش عايزة احرق طبعا. الموضوع يعني لكن هو موضوع شائق وموضوع اه. جوة فكرة القصة وجوة فكرة القيم والاسلاق. حلو اوي. اه. نحن لازم ان احنا كل واحد ياخد باله من افعاله ومهما واوعى تتطور. برضو ده مهم جدا في المساعدة انه تتطور. انه مهما طوال الزمن انك تقدر تخفي حقيقة. الحقائق ستظهر. طبعا. فتظهر مهما طوال الزمن. طبعا. طبعا. بل. فربما حقيقة قديمة انت مغلقها وقفلها اه. وحططها في الدرج. تظهر فجأة. فتغير مصار ناس تانية. زيرة التمانية. ما لا شك فيها. الزمن اقوى من البشر بكتير. بالضبط. مش هتعرف تحارب الزمن ولا تقف قدامه. لا هو العدو الاول للبشر. طبعا. اكثر قوة. على كل من بالتوفيق بإذن الله. وبإذن الله بإذن الله يعني كما جرت العادة هنشوف اكيد مسلسل حلو من كتابتك ومن اخراج صديق العمر سامح عبدالعزيز. انا اشكرك جدا 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 جدا. وكل التوفيق لكل فريق العمل. يمكن ده انا في السرية كده اقول لكم عندنا كمان مذكرات زوج لطارق لطفي. عندنا حضرة العمدة. بطولة روبي. وتأليف سيد ابراهيم عيسى. واخراج صديقي الحبيب عاد الأديم. مخرج عظيم. انا بحب بعد القوي. قوي. قوي. واضح انه المتحدة محضرانا في رمضان مجموعة من المسلسلات الحلوة. خد بالك انا لو ركزت. هتلاقي المسلسل. ابطاله. كلهم حلوين. كل مسلسلات اللي قلت هالك دي. وكلهم في الجون. التأليف. كله يعني التأليف او كتابة السيناريو. كله اسماء تجنن. الاخراج اسماء تهوس. فاحنا كده ممتظرين موسم رمضاني من انتاج المتحدة. ولا اجمل ولا احسن ولا اقوى ولا اروع ولا امتع. دي تعبيرات الكرة بالمناسبة بالصياة صح استخدامها في الدرامة ايضا التلفزيونية. هستأذنكم لفاصل ونروح فورا لفضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة. استنونا بعد اذنكم. لو انا بصلي الظهر وانا على صفر اصلي الظهر منفرد وبعد كده ايجي مساعة العصر اصلي ركعتين الدول ولا بجمعهم الاثنين على بعض. النفترد يعني اللي انا لو فوتت صلاة العصر مسلا. عشان كنت برة. وجات عليها صلاة المغرب. اني اصلي الاول. الافضل اصلي العصر الاول بعد كده المغرب. ولا المغرب الاول والعصر. نفترد لو صليت المغرب الاول. بعد كده العصر ايه لا يحسن. حرام ولا حلال. انا مسلا لو اخدت كرد يعني زروفي اللي هي جبراني ان اخد كارد من البنك. ان انا مسلا يا عزبني بيها مسلا ليه او لقالي. وكده. ظروفي مسلا ايه. ما دي اسمعش ان انا مسلا اعمل جماعية وكلام. فانا عزع عرف مسلا وعملت كارد من البنك وكده. وان انا عزبني بيها مسلا ليه ولقالي وكده. يعني اه ده مسلا حرام. مسلا ربا وكده. ازاي الواحد يعوض السهو في الصلاة. لو نسي رقعة او نسي جزء من اله من اجزاء الصلوات المفروضة لو لسي جزء منها ازاي عواضها ما هو عقاب المتكسر في الصلاح وعايز حاجة يعني ايه يعني اتحببني في الصلاح على طول وما تخليش يسيب ولا فرد طب انا بس بالحققتش السؤال الاخير فلو حد من زميلي بس يقولولي شيء يحببه في الصلاح حاضر طيب خلونا الاول نرحب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر منورنا مولانا بارك الله فيكم واحسن الله اليكم جميعا وكل سنة واحدك طيب اول شعبان اول شعبان بالنسبة لنا نحن المسلمين وايضا يصادف اليوم او يوافق بداية الصوم الكبير لاخوتنا المسيحيين الارزوزوكس خمسة وخمسين يوم ينتهوا بعيد القيامة بإذن الله فكل اتهاني لهم والتهاني لنا نحن المسلمين بمعلم فلنولي أنك قبلة ترضاها شهر شعبان ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكثر من الصيام في شهر شعبان فقال هذا شهر يغفل عنه الناس يقع بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال اللي هو الرفع السنوي فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم الله نعم ده استهلال شعبان وكان أحب هو أكثر شهر بيكسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام النفر هو شهر شعبان وكما قلت لك وقدرا بداية الصوم الكبير لإخوتنا المسيحين الأرض زوكس كل عام ومصر بمسلميها ومسيحييها بخير وسلام آمين يا رب طب هبدأ بأول سؤال نعم أعمل إيه لو فاتت علي الصلاة وأنا على صفر بسم الله الرحمن الرحيم أولا صلاة المسافر باب واسع في الفقه الإسلامي قلنا غير مرة أن المسافر له طبعا بعد مسافة القصر التي تقدر بخمسة وتمانين كيلو متر في المرحلة الواحدة يعني مثلا مثل القاهرة إلى طنطة مثلا يعني فصاعدا فالمسافر هنا يا سيد الكريم طبعا هناك فرضان لا يقصران وهم الفجر والمغرب الصلاة التي تقصر ذات الوقت المشترك يعني صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء اللي هو فيها الجامع فللمسافر أن يصلي الظهر ركعتين ويقيم الصلاة ويصلي العصر ركعتين في وقت الظهر اسمه جمع تقديم وله أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر وهذا جمعه تأخير نفس الشيء يصلي المغرب ثلاثة ركعات ثم يقيم الصلاة ويصلي العشاء ركعتين جمع تقديم في وقت المغرب أو أنه يؤخر صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء فيصلي العشاء المغرب ثلاثة ركعات ويصلي العشاء ركعتين حلو جدا طيب السؤال اللي بعده كان أقول لحضرتك بقى لو أنا عايز أبني بيت أقدر أروح أخد قرد من البنك ولا هيبقى داي تحسب علي يا ربا قبل ما نجاوب هنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام طيب خلونا نقدم كل الترحيب مرة تانية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر وكان السؤال أنا عايز أبني بيت ينفع أخد قرد من البنك ولا أب أنا كده أعمل حاجة غلط شوف أولا أرجو أن أصحح مفاهيم مغلوط احنا قلنا قبل كده في حلقات صحيح نفرق بين الإيدعات وبين القروض الإيدعات دي وداءة اثثمارية لها تأصيل في الفقه الإسلامي المضاربة فالإيدعات سواء في البنوك يعني كلها ولا فكرة لفرق ما بين بنك يقول أنه إسلامي أو بنك غير إسلامي كلها بنوك تغضع للبنك المركز صح والبريد المصري كذلك كل الإيدعات حلال وجائزة لأنها مضاربة شرعية نأتي إلى القروض فيه قرد محرم وفيه تمويل حلال خلي بالسيادتك مال أمام مال بزيادة دربة قولا واحدا مال يعني أي إنسان أخذ قردا من فرد أو من مؤسسة أو من بنك أو غير بنك أنا أتكلم كلام عام عشان ما نصبش الكلام على البنوك فقط ما فيه مؤسسات النهاردة بتحاكم ما فعله اليهود قبل سنة 1952 أما كانت فيه مؤسسات بتقرض النسب الفائض على تعبير الزمان وفيه تمويل سلعة توسط المال يعني مثلا ماتي بنك ما عشان ما نعملش دعاية وبعدها يقولك أنا مش هعطيك فلوس أنا هعطيك تمويل لهذه السلعة هبسطها أكتر السيد النائب يوسف بيهل حسينة عايز يجيب سيارة عايز يجيب عقار هيروح لبنك ما البنكي هقوله مش هديك فلوس في يدك كاش أنا هموللك البيت هموللك العربية هموللك السيارة هموللك العقار هموللك آلة المصنع هموللك السلع هذا ليس ربا قولا واحدا حلو بنسمي إباء حضرتك مرابحة جميل قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا توسطت السلع بين عوضين فلا ربا عظيم نعم فالراجل لكم بعضه ويروح إيها لبنك مؤسسة مالية أيا كانت لا يأخذ أموالا سائلة في يديه ولكن البنك يمول له العقار آلة المصنع السيارة أيا كان هذا ليس ربا بيع مرابحة جميل أحلى أحلى سؤال لأنه كان جاي من طفل فأنا عجبني أنه هو منتظم في الصلاة بسط بيه قوي ربنا يفتح علي يا رب هو بيقول أنا ممكن أبقى موجود مثلا في الشارع ويعدي علي صلاة العصر ما لحقهاش ويقدن المغرب لما جاء أصلي أصلي إلى الأول مغرب والعصر هنا معنى الجمهور ومعنى المالكية المالكية استحبوا الترتيب المالكية استحبوا إيه؟ الترتيب يبقى لو طبعنا مذهب المالكية يبقى نصلي العصر ثم نلحق قدر الإمكان صلاة المغرب مراعا للترتيب يبقى أنا كده ممشي على المالكي عشانا ممشي أما الجمهور قالوا إيه؟ لو دخل الوقت زي يسأل ابننا العظيء الحفيد الجميل إما قال مثلا دخل وقت المغرب قال أصوات العصر انتهى ووجد جماعة المغرب لا يصلي صلاة المغرب الحاضرة وبعد صلاة المغرب هيصلي العصر قضاء أربع ركعات طب افرد أنا مكنتش لحق الجماعة يعني الأدن أدن وأنا مش في موقف خليني أدخل صلي الجماعة وعدت لا خلاص وفضلي نصف ساعة مثلا قبل أدن العيشة نعم أخذها بقى كده عصر لا لا رعي الترتيب هنا رعي الترتيب خروجا لأن العلماء علمونا الخروج من الخلاف مستحب ودعم ما يريبك إلا ما يريبك خلاص نصلي العصر أصله وقضاء نصلي العصر أربع ركعات ونتوب إلى الله ونستغفره على التقصير إلا إذا كان هناك عزر لأن طبعا فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سهمون وفي صرط المؤمنون كما نعلم بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وبعدين ختمت والذين هم على صلواتهم يحافظون وسؤال هذا الناشئ الجميل أولا بيسعدنا كما أسعدك لأن معناها إن شاء الله دي أمة ولادة دعك من كلام الميأسين والمحبطين والمتطفلين على موائد العلم ويقول النبي لهؤلاء الذين يؤسن الناس من قال هلك الناس فهو أهلكهم من قال هلك الناس فهو أهلكهم فالسؤال من الطفل أو من الصبي عن الصلاة يبشر بأن إن شاء الله الإسلام في قلوبنا وعقولنا وفي مصرنا وفي غير مصرنا وللإسلام رب يحميه صحيح ونعم بالله سبحانه وتعالى أنا يمكن الحلقة كده خلصت كان فيه سؤال مهم أنا أعتقده يحتاج فقرة مش الحلقة اللي هو وإزاي حبب نفسي في الصلاة أنا عايز أخد ده على اتساعه ما يبقاش مجرد سؤال بإجابة أولا أنا عجبني إن الراجل مقبل عاوز يحب العبادات والصلاة طيف أنا هاخدها بقى إزاي حبب نفسي في الصلاة وحبب نفسي في سائر العبادات وإزاي تقرب من ربنا قدر الإبداع وداخل قربنا على الصيام بس كده وامنع نفسي من أي حاجة ممكن تبعدني عن الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو كل الفروض والعبادات يمكن تكون خلصت الحلقة النهاردة يكون لنا العمر ونتقبل إشاء الله ربنا يخليك رب كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر تخلص لحد كده الحلقة ثواني يكون موجود معاكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما العبد لله فلو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات موسيقى